هذه الجولة المحلية حجزت مصالح أمن دائرة عين كرشة بولاية أم البواقع بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية 372 خرطوشة صيد أجنبية الصنعيار 16 مليمتر مع توقيف شخصين مشتبه فيهما يبلغان من العمر 20 و33 سنة التغطية رشيد من قدم العملية جاءت بتاريخ 21 جنوب 2020 بعد الاستغلال الجيد لمعلومات مفادها حياز شخصين لخارطيش صيد معدل البيع والترويج كان علامة حافلة لنقل المسافرين ماركونة بوسط المدينة على الفور تم توقيف المشتبه فيهما وحجز 365 خرطوشة كانت مخبأة داخل علبة كبيرة الحجم وبمواصلة التحقيق في القضية تم تفتيش مسكنين آخرين بعد اتخاذ كل إجراءة القانونية اللازمة ليتم العثور على حزام به سبعة خارطيش